بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مع برنامجنا مكارم الأخلاق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال الله جل وعلا واصفا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم إذن أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليرسخ مكارم الأخلاق في حياتنا حتى تصبح كالقواعد التي نتعامل مع بعضنا البعض بها قواعد مبنية على أسس صحيحة قواعد أخلاقية قواعد وجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله جل وعلا بهذه الحلقة نتحدث عن خلق عظيم ألا وهو خلق التواضع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع لله أحد إلا رفعه لذلك قال الله عز وجل واصفا عباده المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إذن التواضع من صفة المؤمنين التواضع من صفة أحباب الله جل وعلا لذلك أمر الله عز وجل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال واخفض جناحك للمؤمنين أمره بأن يتعامل معهم بكل هواضع أمرهم بأن يتعامل معهم بكل رقي هكذا هو النبي صلى الله عليه وسلم نعم حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ومعه صحابه رضي الله عنهم أتى رجل ويريد أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يرتعد ويخاف ويراه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف ويقول له هون عليك هون عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة والقديد معناه اللحم المجفف بالشمس النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين له أننا بسطى ومتواضعين فلا ترتهب ولا تخشى من ذلك لذلك كان هذا ديدنه صلى الله عليه وسلم مع الصغير ومع الكبير مع الوزير والأمير والعبد الفقير هكذا كان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويركب الحصان أغلى البهائم وأدنى البهائم تواضعا منه صلى الله عليه وسلم يردف معه على دابته الصغار والكبار في يوم من الأيام زار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه ومن عادته وتواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يتعاهد الأصدقاء والأصحاب بالزيارة يزورهم في بيوتهم تقديرا لهم واحتراما لهم وهذه سنة نبوية ينبغي علينا أن نحتذي بها فزار صلى الله عليه وسلم منزل أنس بن مالك رضي الله عنه وكان له أخ صغير يكنى بأبي عمير وكانت له لعبة تسمى النغير والنغير هو طائر صغير يلعب به هذا الطفل فدخل عليه صلى الله عليه وسلم ورأى هذا الطفل الصغير وتحدث معه تنازل عن مسؤولياته وعن منصبه وعن يعني النبوة التي يحملها صلى الله عليه وسلم ليخاطب هذا الصغير بعقله مع لعبته فقال له يا أبا عمير ما صنع النغير يا أبا عمير ما صنع النغير فأصبح يتحدث مع هذا الطفل الصغير عن لعبته وفي مرة أخرى زاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا عمير ما صنع النغير فقال يا رسول الله مات النغير وارتمى في حجره عليه الصلاة والسلام وبكى رضي الله عنه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد هذا الطفل تواضعا منه حتى سكت أعزائي المشاهدين هذا هو التواضع النبوي المطلوب أن نطبقه في حياتنا فاصل قصير ثم نعود معكم لنكمل هذه الحلقة تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل تحدثنا قبل الفاصل عن التواضع يقول الشاعر تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع أمرنا صلى الله عليه وسلم بالتواضع ومن التواضع أن لا ننظر للآخرين باحتقار ولا استعلاء مهما أعطانا الله عز وجل من منصب أو جاه أو مال أو ولد لماذا؟ لأن الأمور بيد الله الذي يعطي الأممال هو الله جل وعلا فليس لك فضل ولا منه الذي يعطي الصحة الذي يعطي الجاه الذي يعطي الولد هو الله جل وعلا إن شاء أمسك هذه النعم عنك فلا يكن لديك شيء لتتفاخر به فاشكر الله عز وجل على هذه النعمة لأنه قال ولا إن شكرتم لأزيدنكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه زار النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وإذا به عليه الصلاة والسلام نائما على حصير فلما استيقظ فإذا بالحصير طابعا على جنب النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وبكى قال ما يبكيك يا ابن الخطاب قال يا رسول الله كسر وقيصر فيما تعلم وأراك على هذا الحصير قال يا ابن الخطاب أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة العطاء والمال والأولاد والجاه والسلطان ليس دليل على محبة الله عز وجل للعبد فقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم وليس في بيته لثلاثة أهلة إلا الأسودان التمر والماء لذلك خيره الله عز وجل في أن يكون ملك النبي أو عبد رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا في يوم من الأيام من تواضعه صلى الله عليه وسلم أردف عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم معه على دابته طفل صغير وهذا نبي عظيم الشأن يخاطبه ويتحدث معه فقال يا غلام إني أعلمك كلمات لم يمنعه المنصب ولم يمنعه الإنشغال أن يوصي هذا الطفل الصغير بسبب تواضعه صلى الله عليه وسلم فقال له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال صلى الله عليه وسلم لذلك لم تمنع هذه النبوة النبي صلى الله عليه وسلم من مخاطبة الأطفال ولم تمنع هذه النبوة النبي صلى الله عليه وسلم من مخاطبة الفقراء والمساكين بل أنه قال للصحابة في يوم من الأيام لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله نعم هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين لنا أن التواضع هو خلق عظيم وميزة شريفة من تحلى بها إزدان في هذه الحياة فلا المال يجعلك تتكبر على الآخرين ولا الشهادات ولا المنصب ولا الجاه ولا الولد لأن الأمور بيد الله وكما قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اعتلى المنبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا أيها الناس يا أيها الناس تواضعوا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه فينبغي علينا حينما نسمع مثل هذه الأحاديث النبوية والآيات القرآنية والقصص النبوية العظيمة أن نتحلى بهذه الصفة فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا وما تواضع لله أحد إلا رفعه في الدنيا والآخرة أعزائي المشاهدين إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم لا تنسونا من صالح دعواتكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة